اشتركوا في القناة في الحلقة السابقة عن فيروس كورونا حلقتنا اليوم عن شائعات اللي نحن نسمعها في وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الأخرى عن مرض كورونا وكيف هذا المرض أو كيف الشائعات تأثر على عقولنا قبل أجسادنا معنا ضيفنا العزيز الدكتور منصور حبيب استشاري طب الأسرة والأمراض المهنية بس قبل ما نرجع ونسألك دكتور خلونا نشوف هذا التقرير عن الشائعات اللي منتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي شوفوا التقرير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أعادوا التويت ما يقارب ألف أو ألفين هل هذه المعلومة صحيحة أم لا وإذا المعلومة مو صحيحة شو أثر الشائعة على المجتمع في البداية شكورين على هذه الاستضلاف الكريمة دكتور علي دائما نستمتع بهاللقاءات الطيبة الله يحفظ دكتور ونشكر حكومتنا الغالية وثقتنا فيها كبيرة وماشاء الله عليهم سهرانين على صحتنا وعلى عافيتنا وقايمين بأكمل وجه للحفاظ على مجتمعنا من كل شر ومن كل سوء قبل ما أجاوب على سؤالك عن موضوع التويت تدري شو أفضل علاج لأي مرض؟ نعم شو؟ أنت قول لي الإيجابية والطمأنينة نعم يوم الإنسان يكون إيجابي يوم الإنسان يكون مطمئن ويكون متوكل على رب العالمين فبالتالي هذه من أفضل الأسلحة لمحاربة أي شيء في الكون وأي شيء في حياة الواحد سواء كان مرض أو غير مرض أو أي مشكلة اجتماعية وغيرها وسائل التواصل الاجتماعي من الكثير ما لها إيجابيات أيضا لها تحديات أذكر في 2003 يوم انتشار مرض اللي يسمونه السارس نعم ليس لأي يوم ما كان في وسائل التواصل الاجتماعي فالأمور نوعا ما كانت هادئة الاطمئنان كان موجود والأمور كانت مستقرة وتم التحكم في الموضوع بكل سلاسة من قبل الجهات المعنية الآن مع وجود التويتر والفيسبوك والسناب شات والكل يالس يدلي بدلوه وهني أكبر تحدي أن عندك شريحة كثيرة من المجتمع مش متخصصين قد ما يكون عندهم القدرة للوصول إلى منابع العلم الصحيحة إلى المواقع العلمية الموثقة اللي احنا عادة كمختصين نستقي منها معلوماتنا الصحية إحصاءاتنا فهني يبتدي يستوي اللخط ويستوي كل واحد ويأخذ ويعطي كل واحد يزيد من عنده حتى المعلومة يمكن في بدايتها تكون شيء توصل للفرد الخامس في نهاية المطاف شيء مختلف تماما عن المعلومة الحقيقية والأساسية بزير الشائعة هذه اللي امتيني أنا اعتبرني أنا لسان عادي الحين مثلا ما أفهم شيء أبغي المعلومة الصحيحة كيف ممكن الشائعة هذه يعني أنا الحين موجود في هذا العالم في وسائل التواصل المعلومات توصلني الأخبار توصلني لذلك أنا إنسان عادي سمعت عن هذا المرض تمام كيف أفرق ما بين معلومة صحيحة ومعلومة خاطئة شو المفروض عليني أسوي وشو المفروض أتبعه وأي مصدر لازم أخذ منه سؤالك جدا جميل دكتور أول شيء أسوي ما أطرش هالمعلومة له شو يستوي مهما كانت هالمعلومة مغرية وكان فيها حماس وكان فيها المعلومة جدا يعني إثراء ما أطرشها أولا وقبل أي شيء أتأكد إذا هذه المعلومة اللواصلة لي متعلقة بموضوع صحي منهم أهل الاختصاص في هذا المجال الجهات الصحية الأطباء أصحاب الاختصاص في الحقول الصحية وغيرها وحتى هذا لو كان الموضوع الكلامي الموضوع من بشعر الموضوع الصحي حتى إذا كان موضوع آخر موضوع ديني أو موضوع مجتمعي أو غيرها من هالأمور دائما أروح لأهل الاختصاص وأتأكد مش مثل بعض الناس يطرش لك بالواتساب دكتور ويقول لك كما وصلني ما يستوي أنك تطرش وتقول كما وصلني وانت ما متأكد هالمعلومة ماذا صحتها لأنه يمكن أنت ما مقتنع فيها لكن أنت يوم تطرشها الطرف الثاني يمكن يكون تفسيرها مختلف لها المعلومة فأنت وصلتك المعلومة أولا شو بسوي بتقول هالمعلومة هل هي عقلائية ولا لا بمعنى هل هي تتماشى مع العقل بتقول أنا شو دراني يتماشى مع العقل ولا لا أشل التليفون أتصل في أحد أهل الاختصاص وأنا متأكد كل حد عندنا في المجتمع يعرف حد من أهل الاختصاص في هذاك الموضوع يقول لأنا وصل لها المعلومة شو رايك فيها مدى صحتها لأن هذاك الشخص بيخبر هذا الفرد بيقول له وين يصير وين يشيك في أي موقع يروح بالذات أننا في عالم الدليل والبرهان في عالم الصحة نعتمد وايد على الأرقام على الإحصائيات وهذه الأمور ما حد يقدر يشذبها الأرقام هي أفضل مقياس إذا أنا أقدر أقيم إذا هذا الشيء موجود من ذمن حدود معينة أو هذا الموضوع مطمئن أو الموضوع يخوف أو الموضوع في تحدي أو ممكن يتحول إلى شيء آخر وعسبتشي أنت لو تلاحظوا الحكومة من أول يوم ومن أول حالة طلعت عندنا على طول خبره والمجتمع وقالوا لنا ترى تم اكتشاف الحالة الأولى وتم علاج الحالة الفلانية ففي شفافية كانت موجودة وهذا وايد مهم أيضا الخطوات التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة في عملية الشفافية فنرجع ونقول وصلت لك أي معلومة مهما كانت هذه المعلومة أنت ما بتقدر تعرفها المعلومة صحيحة أو غير صحيحة لينما تتأكد قبل ما تبتدي تطرشها حق الأشخاص الآخرين لأن بعض الحين يمكن أن تتماشى مع مزاجك عشان شين تطرشها نزيل أحيان خانا أقول لك مرض الكورونا حين اعتبرني أنا سان عادي ما أفهم شي في الطب أنا زائغ أنا خايف من المرض هل لي الحق أني أخاف ولا ما أخاف هذا بيعتمد أنت قبل ما تيني وانت سامع عن هالمرض من شو المصادر اللي سمعتها من وقت يالس وياهم ومرمسنهم على هالموضوع إذا كانوا اللي يالسين وياك بينيلك صورة سوداوية وصورة مختلفة تماما أكيد أنت بتي وفي مخك صورة معينة نمطية عن هذا الموضوع وحتى لو من اليوم لينباتشر يا دكتور شرحت لك وطمئنتك ما بتقتنع لأنك أنت تبت تقتنع باللي أنت تبت تقنعني فيه فأنا وايد مهم يوم أي لأي نقاش أخلي عقلي مفتوح واشوف هذا الطرف الآخر يالس اكلمني بمعايير علمية أنا على فكرة من هالمنصة أطالب لكل فرد في المجتمع يوم حتى الدكتور يقول له معلومة قوله دكتور عفوا شو مصدرك من وين يبت هالمعلومة تقدر تراويني هذا المصدر لأن مصادر المعرفة موجودة منظمة الصحة العالمية منظمة الدفاع للأمراض السارية وغيرها وغيرها الوزارات كل واحد عنده موقع وحاط في المعلومات في المريض أو غير المريض الفرد في المجتمع ليه الحق الكامل ولا يستحي يقول حق المختص حتى حق المختص يقول له يمكن أتأكد أنت من وين يتها المعلومة عشان أنا يستوي عندي اطمئنان وأيضا أنا بعدين أقدر أتابع من ضمن هذا الموقع ويكون عندي الاطمئنان التام أن هذا الموقع أنا أستقي منه أخباري في المستقبل دكتور حين طمئني أنا مم تطمن أنا خايف من المرض كورونا زين أول سؤال شو خايف منه؟ أنا أسمع الناس تتكلم وتقول أن المرض هذا ممكن يجتلني ويجتل عيالي ويجتل البيت ويجتل ما أدري كيف وما بروم أتحرك من مكاني وبنسجن هل سمعنا بهذه الحالات مستوية؟ أنا ما أعرف أنا سامع ما مستوية نحن لو نجعل الإحصاءات ونشوف حالات الوفيات لحد الآن حسب منظمة الصحة العالمية لا تتجاوز إلى 2% وزيدك من الشعر بيت الأعمار ما قل عن 60 سنة فقط 0.89% اللي تستوي حالات الوفيات وممكن فقط لحالات محددة ومعينة من اللي عندهم حالات مرضية معينة فالموضوع جدا جدا يعتبر قليل ويعتبر أرقام جدا بسيطة ما أتي جدام المسببات الأمراض الأخرى اللي عندنا من الضغط والسكر أنا حتى حوادث السياري يمكن احتمالية إصابتي في حادث السيارة أو حدوث إصابة أو أي ضرر عندي بيكون أكثر من هذه الأمور فيه طبعا هم معلومة نشروها أن فيه كاتب كتب أظنى The Eye of Darkness أنه ذكر المعلومة هذه في 1981 تمام وكتب وهن 400 وتحدث عن موضوع معين طبعا المعلومة يومية الناس تداولوها انظر 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 لا قد خلني أوقف وشوف خدت المعلومة تأكدت منها شفت القصة مخالفة جدا ومغايرة عن الحدث الواقع حاليا المصادفة كانت عن استخدام الاسم لكن الفيروس مختلف قال هنا فتاق قاتل بنسبة 100% هنا الصنف مختلف تماما هنا الذكرة صنف مختلف تماما القصة مختلفة تماما فالمشكلة الأساسية عند الإنسان مثل ما تفضل الدكتور القناعة أول ما يقتنع بالموضوع يبدأ يتفاعل والتفاعل هذا مش فقط يكون طبعا تفاعل مجتمعي يكون تفاعل جسدي هو يبدأ يتقبل المعلومة صح جسده خلاص يتفاعل setting ماله mindset ماله تعدل وتأقلم مع القناعة اليته لا وبيحاول يبرر نعم يبرر لهالقناعة اللي هم اقتنع فيها احنا في عصر العلم احنا في عصر النقاش العقلائي فأنا إذا وصلت لي معلومة وحتى لو اقتنعت فيها فترة وإذا حديه بعدين قال لي معلومة مغايرة ما أتم على نفس القناعة لأن أنا يالس أيب لك علم يالس أيب لك مصادر أكبر شائعة تأثر علينا حاليا من موضوع كورونا أكبر شائعة اللي يالس تأثر علينا حاليا موضوع إن هذا إذا وصل بيقضي علينا كلنا لا هذا الشيء عارا عن الصحة تماما نطمئن الجميع وجميع المشاهدين الكرام دكتور في نقطة مهمة وايد المرض إذا ينتشر بشكل سريع مم معناته إنه قد يؤدي إلى إصابات أو إلى مضاعفات أو إلى لا سمح الله وفيات هناك فرق كبير نرجع ونقول الإنفلونزا اللي قد يصاب فيها أي شخص من الأشخاص خلال السنة كم مرة أنتم استقول لك زيشام؟ وايد نزين؟ كم تقريبا في السنة هاي يمكن مرتين أو ثلاث نزين الزيشام العادي الزيشام العادي نخاف منه؟ لا ما نخاف منه؟ لأنه أصبح جزء من يقيننا وقناعتنا أن هذا الجزء الجسم يتعامل معه وهنا أنت ذكرت كلمة وكلمة وايد مهمة المناعة إذا أنا حافظت على مناعتي والمناعة كيف نحافظ عليها؟ قلنا في بداية حديثنا بالإيجابية بالاطمئنان بالابتعاد عن المصادر الإشاعات اللي ممكن يتأثر لأن أنا متى ما سمعت جملة سلبية على طول لازم أحرك في مخي مصدر أبحث عن مدى صحة هذه المعلومة وما أقتنع فيها على طول لأنه على فكرة الكلام السلبي وايد لذيذ ويلفت الانتباه ومثل المغناطيس يجذب المجتمع لأنه يبدون بعدين يسولفون فيه يتكلمون فيه يودون في الميارس وهاترة وسمعت شو ستولاه وكل واحد يدعي المعرفة وكل واحد مبتي غير أنه يدعي يبتدي حزتها يمكن يألف شيء يقول لك لا أنا أصلا أنا عرف أنه في مئات الآلاف من كذا 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 أو شي شي مستوي بيستوي هذا الجزء من قرعتك بيستوي مثل الوهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فالإشاعات هذه حتى المغلوطة في ناس لما يتكلمون عن معلومة معينة ما يفرق بين وبين فأهل الإختصاص هم أدرة فاليوم الإشاعة هذه سريعة جدا اليوم فيه تحدي كبير صح شو أكبر تحدي في نشر الإشاعات أو في التصدي من نشر الإشاعات سامحني أكبر تحدي في التصدي هو أكون صريح معاك نعم وسائل التواصل الاجتماعي لأنها ممكن تنشر المعلومة وفي ثواني مثل ما أنا سويت لري تويت أو سويت لري بوست أو حطيتها في منصة ثانية بيبتدي ينتشر فأعتقد دائما نرجع ونقول خل نبتدي نكون حذرين جدا جدا قبل ما أضرب على زر السند أو زر الري بوست لأنها ممكن وائد من السهل أنا أشوف معلومة أو خبر معين أحيانا أنا بعدين ما أعرف هذا الخبر إشاعه ولا حقيقة نزين بس لأنه يتماشى مع قناعاتي ويتماشى مع الموضوع اللي أنا خايف منه واللي أنا أفكر منه على طول بحاول أشارك للغير ليش؟ عشان أبرر للآخرين شوفوا أنا لقيت لكم طلع صح ترى طالعوا فلان وفلان بعد ياسين تكلموا عن نفس الموضوع أنتم ما صدقتوني قبل أنا قلت أقول لكم أن هذا الموضوع يؤدي إلى كذا 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 وهذا الناس يؤكدون ذلك من هو هذه الناس اللي يؤكدون ذلك؟ شو خلفياتهم؟ شو علمهم اللي موجود؟ شو اللي احنا نسميه مصادرهم؟ مصادرهم؟ نعم وشو خلفيتهم العلمية؟ هذه المعنات هذا أن كل شخص عنده خلفية علمية بيكون أيضا أمين في معلوماته مبشرط عسبشي وايد مهم أنا يوم أقعد مع الشخص أسأله عن المصدر بتقولين زين أنا شو عرفني؟ أنا إنسان عادي أنتو عندكم دكاترا مصادركم يمكن يبليهو أي مصدر من أي موقع يقول لي ترى المعلومة موجودة هنا وأنا بصدق أنا علاقة حالي هنا نرد ونقول في نقطة وايد مهمة حكم عقلك الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه عقل وهذا العقل محكم أساسي وهذا ما يفرق سواء أنا كنت ولا بسيط ولا أنا كان عندي علم كبير لأن العقل يوزن الأمور إذا أنا قلت لك الموضوع الفلاني واحد زاد واحد ساوي ثلاثة هل بتصدق؟ ما بتصدق لأن العقل بيتم يحاول يعرف هذه المعلومة في شيء مبصح في شيء لازم أرد وتأكد منه وحاول أشوف هل هذه هي المعلومة ياية من المصدر العلمي أو من المصدر اللي حكومتنا قايل عنها لأننا لا تنسى الحمد لله لأرد وأكد وأقول دولة الإمارات من الدول اللي سبقت جميع الدول الأخرى في الشفافية في دحض أي إشاعة من أول يوم وفي التأكيد أن إذا أنتم تبون أي معلومة حتى في خطوط اللي ننسى بها خطوط الطارئة إنه واحد ممكن يتواصلوا إلى هذه الأرقام الطارئة من الجهات الحكومية المختلفة للتأكد من المعلومة فما عندك عذر أيها المشاهد أنك تقول أنا ما عندي المصادر وما عندي الوسائل لأنني أقدر أتأكد أن هل هالمعلومة صحيحة أو الإشاعة اليوم أنت مسؤول إذا كنت قادر على نشر الإشاعة كيف أنت مش مسؤول عن التأكد من المعلومة نفسها دكتور منصور إذا عندك فرصة أو عطيتك مثلا خيار أنك تستخدم منصة من منصات التواصل الاجتماعي أي منصة تختار وعطنا نصيحة أخيرة من خلال المنصة هذه كل منصة لها إيجابيات أو لها تحديات أنا ما أقدر أقول في منصة معينة إلا ممكن تكون هي الخبر اليقين لكن أنا في اعتقادي حاليا في الأزمة الحالية اللي احنا فيها وفي الظروف الحالية أهم منصة نعتمد عليها هي منصة الاطبئنان والثقة بالله سبحانه وتعالى والإيجابية واليقين الكامل لأن دولتنا دولة الإمارات قائمة بكل جهود هاللي الحفاظ علينا شكرا دكتور منصور طبعا في ختام هذه الحلقة أشكر دكتور منصور حبيب استشاري طب الأسرة والصحة المهنية وطبعا أنت كنت في برنامجنا والبرنامج هذا نسميه صحتكم أمانة بالفعل مؤسسة دبي للإعلام اتخذت هذا النهج لأن تهتم في صحة المجتمع لأن صحتهم أمانة علينا انتظرونا في الحلقات القادمة اشتركوا في القناة